بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ميلادي كريم أهل البيت الإمام الحسن المشتبى عليه السلام رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة لا يزال الكلام حول الآيات القرآنية التي وردت بحق الإمام الحسن سلام الله عليه وكيف أن أهل البيت سلام الله عليهم أشاروا بأن تأويل هذه الآيات المباركة هي المقصود بها الإمام الحسن سلام الله عليه هذه الآية المباركة التي وردت في سورة الشمس الإمام الصادق سلام الله عليه يقول في قوله سبحانه وتعالى والشمس وضحاها قال الشمس أمير المؤمنين عليه السلام وضحاها قيام القائم عجل الله فرجه الشريف والقمر إذا تلاها قال الإمام الصادق عليه السلام الحسن والحسين عليه السلام الإمام الصادق سلام الله عليه بيّن بأن الله سبحانه وتعالى أشار وبيّن ومثّل لأمير المؤمنين سلام الله عليه مثّله بالشمس ومثّل الحسن والحسين الذان يأتيان بعد أبيهما أمير المؤمنين سلام الله عليه في الإمامة مثّلهما بالقمر فالحسن والحسين هما قمر في القرآن الكريم وهذه من الآيات التي أولت بحق الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه وقد يكون السر في تأويل القمر وتمثيل الإمام الحسن والحسين بالقمر بأن القمر كما يقال في الأوساط العلمية بأنه يأخذ نوره من نور الشمس فلذلك الإمام الحسن سلام الله عليه والإمام الحسين يأخذان علمهما من أمير المؤمنين سلام الله عليه فهذا يعني بأن علم الحسن وعلم الحسين هو امتداد لعلم أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو امتداد لعلم رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك من الآيات الأخرى التي وردت بحق الإمام الحسن سلام الله عليه في سورة التين حيث يقول الإمام الصادق سلام الله عليه في تفسير هذه الآية المباركة والتين والزيتون قال التين الحسن والزيتون الحسين الله سبحانه وتعالى عبر بالحسن عبر عن الحسن سلام الله عليه بأنه التين وعبر عن الحسين سلام الله عليه بأنه الزيتون السر في ذلك قد يكون إلى أسباب عديدة وقد يكون أسباب عديدة وراء سر استخدام التين في هذه السورة المباركة وتشبيهها بالإمام الحسن سلام الله عليه أولاً إذا رجعنا إلى الخصائص التي تمتلكها هذه الفاكهة هذه الثمرة ثمرة التين نجد بأنها تمتلك مقاومة ذاتية تختلف عن باقي النباتات وباقي الثمار الأخرى وتستطيع أن تنمو هذه الفاكهة وهذه الثمرة في ظروف مناخية صعبة قد لا تستطيع النباتات الأخرى أن تنمو فيها فسر تشبيه الإمام الحسن سلام الله عليه بالتين بأنه عاش فترة صعبة في حياته فترة مليئة بالفتن مليئة بالشبهات مليئة بالشيطن من قبل معاوية ومن قبل أتباع معاوية فلذلك الإمام الحسن سلام الله عليه استطاع بهذه الفترة الصعبة بهذه الفترة الحرجة بعد شهادة أبيه أمير المؤمنين عليه السلام أن يقوم الدين وأن يمضي بالأمور وأن يحافظ على دين رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك شبه بالتين في القرآن الكريم كذلك من الأمور الأخرى التي قد تكون السبب في تشبيه الإمام الحسن سلام الله عليه بالتين وتأويده بالتين بأنه التين هي من الثمار التي تقبل التجفيف بخلاف باقي الثمار باقي الفواكه الأخرى التي قد تمتنع عن التجفيف لا يمكن أن تجفف التين هي من الثمار التي تجفف والتي من الممكن أن يستفاد منها على مدار السنة ليست مهتصة بفصل واحد بزمن معين بمدة معينة تستطيع أن تأكل التين إما طرياً وإما مجففاً على طول السنة وهذه إشارة على بركة التين وهي إشارة أيضاً إلى بركة وجود الإمام الحسن سلام الله عليه وبينا نحن بأن الشمس والقمر هما خلقاء من نور الإمام الحسن سلام الله عليه وهذا يعني دوام الخير على البشرية وأيضاً موقف الإمام الحسن سلام الله عليه في الهدنة التي كانت بينه وبين معاوية والآثار الإيجابية التي خلفتها هذه الهدنة على شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه وأنه حقن به دماءهم هذه أيضاً بركات هذا الموقف الذي كان من الإمام الحسن نحن نعيش بركاتها إلى يومنا الحاضر فلذلك شبه في القرآن الكريم بأنه التين كذلك في آية أخرى عن يحيى بن سعيد القطان قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول في قول الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان قال علي وفاطمة عليهما السلام هما بحران عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه وهي إشارة على العلم إشارة على زيادة الخير والبركة عند أمير المؤمنين سلام الله عليه وعند فاطمة الزهراء سلام الله عليها يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قال الإمام الصادق سلام الله عليه الحسن والحسين شبه الإمام الصادق وأول هذه الآية المباركة وقال بأن اللؤلؤ هو الحسن والمرجان هو الحسين وهذه أيضا قد تكون السبب في ذلك يعود إلى أسباب أولى هذه الأسباب بأن اللؤلؤ يمتلك عادة ويكون من حيث التكوين من حيث الخلقة الإلهية من حيث طبيعته الفيزيائية يمتاز بجمال المنظر وغلاء الثمن اللؤلؤ الطبيعي النقي يمتاز بهذه الأمرين يكون جميل المنظر حسن المنظر ويكون غالي الثمن وهذا ما كان عند الإمام الحسن سلام الله عليه كان من أجمل الناس وجها من أكمل الناس خلقة لأنه كان يشبه جده النبي صلى الله عليه وآله وهو أيضا من أكثر الناس علما ومقاما عند الله سبحانه وتعالى فهو بهذا الأمر كان شبيها باللؤلؤ لذلك عبر وأول هذا المعنى بأنه اللؤلؤ المقصود به الإمام الحسن سلام الله عليه كذلك من الخصائص الأخرى لللؤلؤ بأنه يصعب الحصول عليه يحتاج إلى غوص في البحار لا يكون متاحا للجميع وهذه أيضا إشارة على علم الإمام الحسن سلام الله عليه الشخص الذي يريد أن يأخذ وينهل من علوم الإمام الحسن سلام الله عليه هذا يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى ليس كل الأشخاص يتاح لهم أن ينهلوا من علم الإمام الحسن ليس كل الأشخاص يستطيعون أن يتنوروا بنور الإمام الحسن سلام الله عليه وأن يكونوا من شيعته هذا يحتاج إلى توفيق يحتاج إلى مزيد من العناية من قبل الله سبحانه وتعالى فبالتالي الله سبحانه وتعالى جعل علم الإمام الحسن سلام الله عليه والاعتمام به جعله لمن يستحق هذا الأمر لمن يتحمل العناء يتحمل البلاء في سبيل الولاية وفي سبيل أن يكون من شيعة الإمام الحسن سلام الله عليه كذلك من الخصائص الأخرى التي هي لللؤلو بأنه يكون محاطا بالصدف لا يكون هكذا منثورا في الماء يكون عادة محاطا بالصدف وهذا يعني بأن هذا العلم الذي هو للإمام الحسن سلام الله عليه يحتاج إلى باب للدخول فيه وهذا الباب هو أن يكون الإنسان مؤمنا وأن يكون من شيعته سلام الله عليه هذا العلم ليس متاحا للجميع بل يحتاج إلى أن يبذل الإنسان مزيد القاقة ومزيد الإرادة بأن ينهل من هذا العلم المبارك لذلك ورد في الروايات الشريفة بأنهم أبواب الله سبحانه وتعالى وعبر عن أمير المؤمنين سلام الله عليه بأنه باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله قد تكون هذه إشارة إلى هذه الروايات التي وردت في هذا المجال جعلنا الله وإياكم من المتبعين للإمام الحسن المشتبى سلام الله عليه في الدنيا ومن الفائزين بشفاعته في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر